استقبل رئيس سيسي وزير الخارجية الفرنسية استيفان سيجورني في قصر الاتحادية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة التي يعاني منها أهالي غزة إلى جانب التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولية تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة هذا وأشار متحدث الرئاسة إلى أنه تم التشديد على رفض مصر وفرنسا المطلق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجيل الفلسطينيين من أراضيهم كما تم تأكيد الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة وتطرق اللقاء لبحث الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاوري وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي موسيقى